اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويها انه ايش تشيل الزحلقة يا شباب تشيلوا الزحلقة لما انت بدك تتعلم حسية جديدة تشيل الزحلقة وتصير تدرب عليها وتلعب اكثر من مرة بالمستودعات او تعرك بالمستودعات زي ما احنا بنحق طبعا يا شباب حاب انبهها شغلة دعم القناة جدا جدا مخفض بديا بدي ادهزلكم محتوى واقوى واقوى باذن الله لكن الدعم جدا ضعيف للاسف فيا شباب اتمنى انكم عن جد تدعموني باللايك وتشترك بالقناة وتفعيل جلس والاشتراكات جدا جدا مخفضة جدا يا شباب اتمنى تدعموني وان شاء الله يا شباب ما هاقصر معكم وان شاء الله يا شباب الايام القادمة هنحنصير نوجه كمان على الشباب كل ياتر هنصير نربح ناس ومن طبعا من اليوتيوب باذن الله طبعا رح تكتب له تعليق اقتحت ان شاء الله وراح نختار عشوائيا باذن الله نصير لقدام فاتمنى يا شباب عن جد تدعموني انه نحاب نسوي اشياء جدا حور خرافية طبعا احنا عائلة وننكبرها ان شاء الله شوي شوي ونستمر بالاشياء الاستورية اللي زيك طبعا يا شباب طولت عليكم بالفيديو خلينا بلش بالفيديو يا شباب يا اساطير اوكي يا اساطير طبعا يا شباب قبل ما تنبلش شباب الحسية لازم نسوي كمان خطوة يا شباب عشان نزبط الحسية وتصير عندنا الايم اسطوري وما سير عندك كمان دمج وهمي بنفس الوقت وان شاء الله رح نحل هاي المشاكل كلياتها بس تطبق معي هاي الخطوات يا شباب باذن الله باذن الله ما رح يصير عندك لا دمج وهمي ولا اشي يصير ايمكن جدا اسطوري طبعا يا شباب هاي الشغلات رح نسويها كان موسك احترافي طبعا يا شباب هاي الخطوة يا شباب جدا مهمة فاتمنى انك تتفرج عليها عشان هاي جدا رح تفيدك اللي مستقبليا لما انت تركب الحسية الجديدة على الجهاز عندك او المحاكي لما تحط الحسية الجديدة عشان تفرق معك بتبين معك انك فارقة معك ويسير عندك الايم اسطوري طبعا يا شباب اول خطوة رح نسويها رح نطول ما رح نطول عليكم نعطي على نروح على طبعا زي ما انت شايفين فتحت معنا بالقائمة بالشكل اللي قاتي طبعا منروح يا شباب على كلمة نضغط عليها شباب زي هيك ومنسكر هاي خلص امونا تمام طبعا نضغط يا شباب على كلمة بعدين منروح يا شباب على كلمة على اخر تالت خيار تمام بعدين هترجع تعطيها على وبتروح بتعلم لي على الخيارات سلايد وسمود سيركل تمام 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 بعدين بتعطيها ابلاي بعدين有 شباب هاي كل ما تدخل على اللعبة يا شباب لو تدخل على المحاكي لطبق هاي الخطوة لما بدك تطلع من اللعبة مثلا بسير عندك الصور زي الشكلات ما بيناوش تمام فانا بدي عرف هذه الخطوة بدفس الخطوة بتسويها بعدينها بترجع تدخل على العديمة بعدينها بتقبل الستينج وتحط على اول خيار بتوز بويندوز يعني ايش بدو الخلي الجهاز او الويندوز نفسه يختار شو الاشي الاحسن للاشي اللي بدك اياه وتستعمله. تمام? فانت كل ما عليك انك تضغط على اوكي. طبعا لازم تطبق هاي الشغلة قبل ما تدخل على اللعبة تحطها على زي ما رح قلت لكم تلت خطوات هدول. فان شاء الله امورك تمام تمام. ننتقل يا شباب على الخطوة الاسطورية الثانية وهي نروح يا شباب على تحت ونكتب نكتب رح تظهر معنا بالشكل الاتي. رح تمام? هلا هون يا شباب عندك انت بيكون عندك هاي صح تمام? وعندك هون بيكون عندك واحد تنين تلاتة اربعة خمسة وهون ستة. انا بديش اخليها على الستة بدي خليها على الخمسة شباب. رجعها خطوة لورا وبتشلي العلامة الصح هاي. وبتعمل ابلاي. بعدها بتعمل اوكي. هيك خلصنا الخطوة الثانية. امورنا تمام التمام. تمام تمام. هلا بعدين من روح يا شباب على الكنترول بنيل نفتح عليه. بعدها ندخل على شكل بعدين بتدخل على تمام تمام. هي فتحت معنا بالشكل الاتي. بعدها بتدخل على بعدها بتظهر لك الشاشة الاتي زي ما تشايفين. تضغط على موس كيز. تمام? طبعا يا شباب مارح تكون عندك لو وسلو نفس الاشي. راح يكونون بالشكل الاتي. انت بتخلي اول خيار اللي هون بتخليه لوه على الاخر. و بتخليه الثاني خيار الثاني خيار. على ولا تمام. بعدها بتضغط على وبتضغط اوكي. طبعة. طبعا يا شباب بالنسبة لحسية الحسية هاي تزبط معك على تمامية 700 طبعا امورها تمام التمام تشتغل معك على 750 700 800 850 راح تكون جدا اسطورية معك اكثر من هيك شباب ما رح تزبط معك لانه بتصير عندك الحسية جدا سريعة وهي الحسية اصلها اصلا منخفضة او بطيئة عشان تخلي عندك الام جدا اسطوري فهاي يا شباب انت لازم تتعود عليها زي ما قلت لكم باول فيديو تعود عليها بالمستودعات بإذن الله طبعا يا شباب طبعا زي ما انت شايفين اللي عندو مثلا موسات gaming الاحترافية مثلا زي ما انت شايفين بس بدأنا هتحط المخطط كل اياتي مثلا بتحطها 600 بدأنا بتحطها 700 بدأنا بتحطها 800 تمام بس هاي هي امورك تمام وانت عارفين يعني كيف سكرين دي باي نروح يا شباب نفتح على المحاكي نشغل المحاكي نروح ندخل على الاعدادات تبعت المحاكي عشان نزبط الدي باي تبعت السكرين طبعا يا شباب اول الاشي راح نسوي نروح على الدي باي تاع السكرين وين الدي باي تسكرين هيو هون على الانجن ننزل لتحت طبعا سكرين دي باي يا شباب ازا كان عندك تبع شاشتك 1920 بالف وتمانين بتحطها على 320 وامورك تمام تمام بعدين ازا كان عندك انت الجهاز مش قوي او من فئة المنخفضة والمتوسطة بداية المتوسطة بتحطها على 120 لمية وستين يعني على اغلب مية وستين جدا رائعة واسطورية راح تكون معاك طبعا ازا عندك ورندر ودمج وهمي بتنزل ازا كان عندك انت اصلا 1920 بتنزلها على 1280 تمام خلينا ندخل يا شباب نشوف الحسية مع بعض ونعمل اردادات اسطورية عشان تصير محترف وتجيب بإذن الله السيزون الجاي اوكي اصدقائي زي من شايفين دخلنا على اللوبي وخلص اممنا تمام نروحنا يا شباب على السريع على مننزل يا شباب على هون طبعا يا شباب اول شي لازم تسويه تتعلموا انك انت تخلي يكون هولد تخليها هولد عشان ما يضلوش معلق معك الموز ازا حطيتها على تاب راح يضلوا معلق عندك الموز زي من تشايف بالصورة الاتية طبعا يا شباب تخليها هولد هاي بعدها يا شباب هاي الكاميرا بتسغليها على ادي اس بتخليها انابل لما تلعب على ارينجل وليفك بتخليها انابل لما تدخل المستودع تفطيها عشان راح تفيدك جدا بالمستوداع. تمام? مننزل يا شباب على قسط البيك يا شباب جدا اسطورية. ازا تعلم تلعب بالبيك والحسية هاي جدا اسطورية معك. طبعا يا شباب البيك راح تخليها هون. بعدها بتخلي على يفتح معك فانت خليها احسن لك. انت بتفتحه براحتك. خليه يدوي انك انت تفتحه لحديث. تفيدك جدا جدا هاي الشغلة. نروح يا شباب على المخطط. انا بنصح يا شباب ما تستعمل المخطط الاول. استعمل المخطط الثالث. جدا اسطور راح يكون. اوكي اصدقائي طبعا يا شباب في شغلة جدا اسطورية راح نسويها شباب نخلي عندك الايم يصير اسطوري. تعود عليها وراح يصير عندك الايم جدا اسطوري وهي الشباب شايف العين هاي بتلف الكاميرا هاي. طبعا يا شباب احنا بدنا نحطها بالنص الايم. كيف ننسوي هيك? منروح يا شباب على الخريطة الثالثة زي ما حكيت لكم من قبل تدخل عليها. اول اشي الشباب بتزغر هاي على لاخير بتزغرها زي هيك على الاخير. بعد ايها بتروح وتجيب الكاميرا هون بيعطيها بتعطيهاTeam بعد ايا شباب بنزغر المحاكي بنزغر الشاشة المحاكي بنضغط على كلمة تحت الكيز تبعت المحاكي. طبعا يا شباب بتلف الكاميرا معك عشان تلف معك مية بالمية وتسنترها بتحطها هون بعد ما انت تضبط بعد ما انت تضبط الكاميرا لعين الكاميرا. كيف بدأ اضبطها? طبعا يا شباب زي ما تشايفين انا عندي الام بشكل اتي لازم نزيحها على اليمين شوي كل مرة اسمالها انك نزيحها على اليمين شوي عشان نخلي النقطة الاين بالنقطة الصفرة بالزبط عشان يزبط معنا الام. طبعا بدنا شوي صغيري بس. عديها بنرجع مرة تانية بنرفعها سنة صغيرة عديها بتعطي هيك. زي ما تشايفين هيك زبطت معنا مية بالمية وهيها بتلف معنا وامورنا تمام التمام. طبعا يا شباب هاي بتفيدك جدا جدا من مستودع. اوكي اصدقائي طبعا يا شباب خلينا ندخل نستعرض الحسية الاسطورية وهي يا شباب نروح على طبعا يا شباب زي ما انتم شايفين منظور الشخص الثالث سبع وعشرين منظور الشخص الاول اتنين وتلاتين التي تي بي ايم ستة وعشرين بس احنا مش هم نستعملها يا شباب ما متستعملها المحاكي لسه بالزابط عن المحاكي طبعا عندك الردد التمانية عندك سكوب اتنين تمانية سكوب اربعة اربعة سكوب تلاتة خمسة وسكوب ستة تلاتة وتمانية سكوب اتنين تمام نروح على ادي اس او ال ادي اس سنزافتي او حسية ال ادي اس بنروح منظور الشخص الثالث سبع وعشرين برضو بتحط منظور الشخص الاول ستة وعشرين تي تي بي ايم انساك منها حطها ستة وعشرين زي ما هي مسجلوا بس بس هي مش رح تفيدك حط على الردد التمانية سكوب تمانية وكمان اتنين تمانية نفس الموضوع عندك سكوب تلاتة هي خمسة والسكوب اربعة اربعة وسكوب تمانية اتنين وسكوب ستة تلاتة طبعا يا شباب بالنسبة يا شباب للكاميرا السنسيفاتي الفري لوك او منظور الحر تحطها تلاتينات التلات وامورك تمام التمام راح استعرض لكم يا شباب مرة تاني عشان تتوقف الفيديو واخدها وطبعا يا شباب هاي الكود اللي بدو اياها يا شباب هاي الكود زي ما انتشايفين هاعرض لكم الكود باذن الله هاي وزي ما انتشايفين ومرتين راح نرجع نفتحه مرتين عشان بتغير الرقم كل مرة. فيا شباب هاي الكود بلكم بتاخدوها اللي اخدها ومرد تمام تمام. وهي يا شباب الحسية. زي ما انتم شايفين. اوكي يا سطير هون بنكون وصلنا نهاية الفيديو اتمنى يا شباب تكون استفدتم من الحسية وصار عندك الام اسطوري زيك. طبعا يا شباب ما تحرمنا من اللايك والاشتراك بالقناة وتفعل الجرس عشان نوصلك اجل الفيديوهات لانه رانزلكم ان شاء الله فيديوهات اسطورية. والفيديو القاتم هيكون طريقة اسطورية لحصول على الكونكر من المحاكي حصريا للمحاكي. طبعا يا شباب بطريقة جدا فعالة اسطورية. كانت زمان مش شغالة معنا بس هلت صارت شغالة معنا ان شاء الله. نشوفكم يا شباب بفيديوهات قادمة ان شاء الله. كما اخوكم زياد من قناة مصابق الالعاب. ما تحلمونا من الدعم. ونشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في امان اشتركوا في القناة